هاجمت مجموعة من الإيرانيين الرئيس حسن روحاني أثناء إلقاءه خطاباً في أحد الميادين العامة وسط العاصمة طهران بمناسبة الذكرى التاسعة والثلاثين لثورة الخميني حيث فوجأ روحاني أثناء حديثه عن إنجازات نظام به تافات من قبل الجمهور الذي وصفه بالكذاب في إشارة إلى أن تلك الإنجازات مجرد كلاماً وليس لها أي أثر في الواقع يذكر أن إيران تعاني خلال السنوات الماضية من ارتفاع نسبة البطالة والفقر وترد الوضع المعيشي ما تسبب في اندلاع احتجاجات في المدن الإيرانية لا تزال مستمرة حتى اليوم